الجبال رواس الأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على وجوده بجوده فلا خالق سواه والصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيدي وحبيبي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن ولا واتبع نور هداه هل تعلم أن الجبال هي التي تمنع اليابسة من أن تميل بنا بقدرة الله قال الله تعالى في هدى الكتاب وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسط الله الأرض لتكون صالحة لسكن الإنسان عليها وخلق جبالا ثوابتا تمسكها وتمنعها من الحركة وأنهارا جارية وزوجين من كل الثمرات الأسود والأبيض والحلوة والحامضة والصغيرة والكبيرة وما أشبه ذلك وجعل الليل والنهار يتعاقبان ومن تفكر سيعلم أن لهذا العالم صانعا عالما مريدا حكيما قادرا وقال تبارك وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون حتى لا تطلب الأرض وتتحرك يمينا وشمالا وجعل فيها مياها عزبة وطرقا ومسالكا فلا يضيع الناس ولا يتحيرون وقال رب العزة وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما أنفراتا رواس عاليات وقال عز وجل في سياق التأكيد على أمر البعث والنشور والجبال أوتادا فخالق الجبال العظام قادر قادر لا شك على إحياء الموتى وأوتادا لتسكن الأرض ولا تميل بأهلها والأوتاد جمع وتد ثبت الله الأرض بالجبال كما يثبت البيت بالأوتاد بالعمد والخيمة بالأوتاد من الحديد مثلا حيث توتد تغرس وتثبت في الأرض ويشد الحبل بها أو تعلق أطراف الخيمة بها وأكد علم دراسة الأرض الجيولوجيا حديثا أن الجبال للأرض كالوتد الذي يثبت الخيمة بالجزء الذي يغرس في الصحراء وهكذا الجبال تسبت القارات بالجزء المغروس منها في الطبقة اللزجة التي تقع تحت الطبقة الصخرية التي تتكون منها القارات فلولا الجبال لطافت القارات ومادت الأرض واتطربت من تحت أقدامنا وهذا من اللطف الخفي لله بخلقه سبحانه وتبارك أحسن المقدرين فالجبال ليست مجرد نتوآت وبروزات على سطح قشرة الأرض بل لها امتدادات واندفاعات داخل القشرة الأرضية لها جزور قد تصل إلى أضعاف ارتفاعها فوق ألواح الغلاف الصخري للأرض وإزالة البشر لبعض الجبال الظاهرة لا يؤدي إلى إخلال التوازن بسبب كسرة الجبال في الدنيا فتفكر يرحمك الله والله أعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة